أهلاً ومرحباً بكم وهذه قراءة لعزيزي برج الميزان الشمسي والقمر والطالع لذلك لا تنسوا أن تستمعوا لبرجكم القمر والطالع هي قراءة للرجال والنساء ولا تنسوا كذلك أنها قراءة معممة قد تنطبق على البعض منكم كلياً وعلى البعض الآخر جزئياً وقد لا تنطبق بتاتاً لكن أكيد أكيد أن هناك جواب لسؤالكم أكيد أن هناك نصحة أكيد أن هناك إشارة وعلامة سماوية وخا لنبدأ بالقراءة وبسم الله هذا الحبيب يبحث عنه هذا الحبيب سيتحرك يعني هناك تغييرات مهمة وخا فيما يخص هذا الحبيب هذا الحبيب سيتصرف كالمجنون كم أحب المجنون لأنه سيستمع لقلبه نعم هذه هي تقط القراءة العامة وخا لنبدأ بسم الله كنتمنى لكم حظ سعيد من جديد وبسم الله توأم الروح يلتقي بتوأم 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 وخا تقول هذه الكرد أن أحلامك ستتحقق أحلامك ستتحقق ربما أنت تمارس قانون الجذب مع هذا الحبيب الذي تسأل عنه وأحلامك ستتحقق أحلامك ستتحقق مع حبيب الروح لكن كذلك أرى معاناة أرى طرف ثالث معاناة هناك طرف ثالث اختيار أرى بدايات جديدة وبدايات يعني لم تكن تتوقعها هذا ما تقوله هذا الكرد أرى كردة قوية حبيبي هذا الشخص الذي تسأل عنه أنت تراه الحبيب المثالي تراه يعني تراه الشخص المثالي يعني ليكون في حياتك تراه الحبيب تراه حبيب تراه كزوج تراه كصديق وخا يعني أنت تريد كل شيء مع هذا الحبيب تراه كذلك كذلك أبو أطفالك والعكس هو الصحيح هو كذلك يراك الشخص المثالي وخا لكن أرى أن ربما البعض منكم هناك مسافة جسدية قصيرة والبعض الآخر مسافة جسدية طويلة ربما هذا الحبيب ابتعد أو صفر وخا لكن هذا الحبيب دائما يعود لحياتك لأن هذا ما كتبه القدر هذا الحبيب هذا الحبيب يعتقد هذا الحبيب حزين بزف هذا الحبيب يعتقد أنك سترفضه ربما هذا الحبيب يعني هو يعني أحبك من أول من أول مرة شافك يعني كان حب في يعني من أول وهلة نعم وربما أنت رفضت هذا الحياة الحبيب نعم لأن أنت كنت ربما مع شخص آخر أو كنت متزوج وخا يعني أنا أرى هنا طرف طرف آخر وخا قد يكون من من طرفك أنت أو من طرف هذا الحبيب لكن أرى أنه من طرفك أولا لكن ربما كذلك من طرفه دبا نشرح لكم وخا أنت ربما لديك علاقة أو متزوج وهذا الحبيب لا يتجرأ ويذهب ويعود يخاف نعم يخاف تقول هذا القرد يعني هذا هو أمر روح بدون شك هناك معاناة هناك طرف آخر وهناك خوف من أن لا تختاره يعني من أن لا تختاره هو وخا يعني أنت لديك علاقة وهو كذلك ربما هو كذلك لديه علاقة وخا يعني أرى هنا طرف آخر لكن يعني الأغلبية تقول أن أنت من لديك علاقة وهذا الحبيب يخاف من أن يقترب لأنه يخاف من أن ترفضه وأن لا تختاره هو وخا لنواصل هذا الحبيب قلت يعني عنده يخاف 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 بزاف وهو طاقة هو هي الحزن هو حزين بزاف وخا هو يريده يريده شوفوا يعني هنا حزن حزن كبير في هذه القراءة لكن هو حب جميل كذلك هناك حب نعم هناك حب وعشق كبير أنت حبيبي أنت حبيبي محظوظ بزاف هذا الحبيب أرى أنه يطرق بابك لكن يخاف هو يخاف من أن يطرق بابك وأن لا تفتح له وهذا الحبيب هو تحت المطر وتحت الثلج تفهمون أني هذا الحبيب محتار متردد خائف لذلك أنا أرى أن أنت من لديك يعني طرف آخر لكن ربما هو كذلك لديه طرف آخر لكن أنا أرى بزاف ديال الغيرة هذا الحبيب يغار بزاف لماذا؟ لأن لديك أنت طرف آخر كذلك لا تغير نقلكم الطاقة لكي الطاقة التي أراها هي هوائية مثلك يعني جوزة نزان ودلو دلو نعم مثلك وكذلك كذلك طاقة طاقة قلنا هوائية كذلك طاقة نارية أسد قوس وحمل وكذلك طاقة طرابية وخ لكن المهيمنة هي الهوائية مثلك وكذلك النارية وخ بنواصل أنت حبيبي هذا الحبيب قلنا أنه يذهب ويعود وخ لأنه خائف هو 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 يرى أن يعني ليس يعني أنت فوق الإمكانية دياله يعني لا يمكنه الوصول لهذا النجم لهذه الملكة وخ يعني يرىك أقوى منه وأفضل منه وخ أنت حبيبي برج الميزان أنت محظوظ جدا أنت محظوظة بزف وخ الله أعطاك كل شيء جمال رزق ولديك فرص كثيرة في الحياة وفرص دائمة لا تنتهي يعني أنت يعني مطر البركة يعني تمطر السماء أنت سماؤك سماء الرزق والبركة والحب وكل شيء وخ هذه القراءة يعني سحرية وغريبة نوعا أن يعني ما شاء الله عليك عليك كل ما تتمنى أنت كل ما تتمنى الله يهدي لك كل ما تريده الله يحبك بثاف نعم يعني الحماية السماوية هي هي فستانك وخ قلنا أنت ربما متزوج أو مع ربما متزوج مع روح متشابهة يعني أنت أنت يعني سعيد في حياتك يعني مرتاح لكن وصل هذا حبيب الروح عفوا توأم الروح لأنه توأم الروح وصل توأم الروح يعني وبدأت تفهم أنه يعني هذا غير عادي هذا يعني هذه المشاعر مع هذا الحبيب يعني وحدث تغيير كبير بزف تغيير قوي بزف مع وصول هذا الحبيب وخ قلت أنت كنت يعني في حياتك مرتاح وسعيد حتى حتى يعني وصل هذا الحبيب وخ أنت يعني كيف نشرح لكم أنتم يعني كل ما تطلبونه من السماء السماء تجيبكم يعني الله رحيم معكم وكريم بزف لذلك ربما هذا الحبيب هذا الحبيب الجميل ليس الحبيب هذا يعني أنا أتكلم عن هذا الروح المتشابهة يعني إنسان طيب جميل يحميك يحبك يعني أن تتعيش في يعني في حياة جميلة وهانئة لكنه ليس توأم الروح وخ لذلك أنت تمارس قانون الجب وربما أنت مارست قانون الجب والله أعطى لك هذا الحبيب هذه الروح المتشابهة لكن عندما وصل توأم الروح فهمت أن هناك شيء غريب يحدث في حياتك نعم وخ وهذا أتمنى أن تكونوا فهمتم وخ يعني هناك روح متشابهة في حياتك وهذا من تسأل عنه هو حبيب توأم الروح توأم الشعلة وخ يعني مع توأم الروح المتشابهة كل شيء يعني كل شيء جميل ورود وفراشات كل شيء جميل وسهل لكنه ليس حب توأم الروح هذا الحب هذه النار هذا الحب الذي لا ينتهي هذا الحب الذي يعني يجعلك تفكر ليلة نهار وهذا الحبيب كذلك هذا الحبيب حزين غاضب منك يغار يغار لأنك مع شخص آخر هو يعرف أنك له ولكن هناك يعني هناك خوف لأنه يراك كالنجم يراك كملكة يراك كملكة ويصعب الوصول إليه لذلك يذهب ويعود هذا الحبيب يخاف من أن تكسر قلبه أكثر مما هو مقصور يعني يحس بأنه أقل شأن منك بزاف وهو في حزن كبير جدا وكذلك غاضب ويغار لكن حبيبي هذا الحبيب عندما يراك يرتاح يرتاح لقربك يرتاح عندما يكون بقربك وعندما تغضب أنت من هذا الحبيب هذا أكبر عقاب مسكين هذا أكبر عقاب ماذا سيحدث ماذا سيفعل هذا الحبيب الذي تسأل عنه من جديد المجنون هذا الحبيب يعشقك بجنون هناك طاقة سلبية كذلك هناك طاقة سلبية هناك طرف آخر ربما هذا الحبيب كذلك عنده طرف آخر وهناك طاقة سلبية بزف يتكلمون سوء عنك نعم لا لكن لن ينفع يعني هذه الطاقة السلبية لن تنفع لأن هذا الحبيب يحبك هناك رسائل هذا الحبيب سيتكلم هذا الحبيب إنسان جميل جدا وسيفعل كل ما يعني سيقوم بمجهود كبير جدا ليحقق أحلامه الذي هو أنت 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 في حياتي حبيبتي لهذه القراءة غريبة لأن أرى أن هناك شيء معلق يعني أنت وهذا الحبيب باقي ما عشت ولا شيء يعني لم تعيشوا باقي لم تبدأ حياتكم باقي لم تبدأ وخ لأن هناك تجارب سماوية يعني مكتوبة يعني هذه حكاية توأم الروح وتوأم الشعل يعني كانت مكتوب يعني هذا أعمل قدر يعني هناك تجارب ستعيشونها تنتظرك حياة طويلة هذه الحكاية لم تنتهي لماذا؟ لأنها باقي ما بدأ لم تبدأ ينتظرك تنتظرك حياة طويلة مع هذا الحبيب هناك تغييرات يا الله تغييرات لم يعني ربما أنت سعيد الآن لكن هناك تغييرات عجيبة ليس غريبة عجيبة لم تكن تتوقعها تغييرات وبدايات بدايات مع هذا مع هذا الحبيب مع توأم الروح وتوأم الشعل الذي يعاني من أجلك ويحبك وخ يعني يجب أن يكون هناك اتحاد وخ يجب أن يكون هناك اتحاد تشوفوا يعني الرجل والمرأة يعملان بججبهم سوا وخ لماذا؟ لأن هناك اتحاد اتحاد روحي اتحاد مهم تفهم اتحاد لمواجهة العوائق اتحاد من كل الأنواع هذا الحبيب وأنت سيجمعكم القدر لأنه توأم الروح توأم الشعل أنتم باقي مبدي تحياتكم ستبدأون الآن الآن هذا الحبيب سيتحرك يعني هذا ما يعني هذا سيفعل أشياء كثيرة من أجلك لأنه لا يحتمل هذا العذاب لا يحتمل يعني عنده وحد غيرة لأنك مع شخص آخر هناك غيرة يغار بزاف يغار وهناك يعني ستغير ما صار طريقكم لأن طريقكم سيكون واحد وخا الله قراءة جميلة هذا الحبيب سيأتي لأنه يفكر فيك ليلة نهار يفكر فيك ليلة نهار رغم هذا شفت طاقات سلبية يعني ناس سلبية تتكلم وتحكم عليكم أنت كذلك أنت كذلك تخاف من أن أن يحكم عليك يعني يعني المجتمع أن يحكم عليك لأنك مع إنسان آخر أنت ربما متزوج وتحب هذا الحبيب تحب يعني توأم الروح يعني لا لا يمكننا أن أن نسيطر في هذه الأشياء لأنها يعني مكتوبة في الخريطة السماوية قلت أنه يجب أن يحدث اتحاد أن يكون هناك اتحاد بينك وبين توأم روحك وخ لأنه سيأتي لأنه في معاناة كبيرة هو في معاناة أكثر منك ويتعذب لماذا لأنه يقدلك لأنه يعرف أنك أنت توأم روحه وأنه لأنه يحس بالنقص نسكين يحس بالنقص يعني من دونك هو ناثين لا شيء هذا الحبيب يحبك ربما هو يعني طاقته الرحانية أسمى من طاقتك وخ يعني هو فهم أنك شفه فهم أنك توأم الروح أنك غير عادي لكن أنت ربما شيء مدلل وبما أن حظك سعيد دائما لا أعطك كل شيء أنت لا تقدرين كثيرا هذا الحبيب رغم أنك تحبينه وخ هو روحانيته أسمى من روحانيتك وهو يعرف أنك أنت توأم الروح وخ ورغم العوائق هذا الحبيب سيتصرف في نهاية الكارت سيتصرف كالمجنون سيكافح سيدافع وخ رغم أنه يحس بالنقص أولا من دونك وثانيا لأنه يحس أنه أقل شيء لكن سيتجرأ لأن عندنا هنا يا كارت القوة يعني هذا الحبيب ربما هو أسد كذلك وخ سيتجرأ يعني هذه الطاقة الروحانية وهذا حب توأم الروح ستعطي له قوة كبيرة لكي يدفع لكي يكون معك حبيبي قراءة جميلة بزر قراءة مؤثرة لأن هذا الحبيب يعاني أكثر منه وحتى روحانيته يعني أسمى أنا آسفة لكن أنا كنقولكم ما أراه يا أخ أرك أنت يعني غير ناضج نوعا ما وهو نعم ناضج هذا الحبيب ناضج روحيا ناضج ويعرف أنك أنت حبيب وأنت ليست أمروح وهو سيعمل كثيرا سيبذل مجهود مسكين مجهود كبير من أجلك يعني أنت إنسان محظوب عزيزي برج الميزان لأن الله يعطيك كل ما تتمنى تمنيت روح متشابه مع أنك كنت لا تعلم في البداية في الماضي ما معناه يعني روح متشابه وهذه الأشياء لكن الله وهب لك يعني أرسل لك روح متشابه يسعدك في حياتك لكن حبيبي بما أنك يجب أن تنضج روحيا أرسل لك كذلك توأم الروح وتوأم الشعل لتنضج أكثر لتكبر أكثر وخ التي نسيت لأن رأيت هنا كذلك هذه كرد الزواج إذا كنت متزوجا حسب هذا الكرد سيكون هناك شوفه اختيار اختيارك أنت يعني وسيكون تغيير يعني عظيم تغيير في حياتك وهنا كرد الزواج نعم يعني القدر سيجمعك مع حبك الحقيقي يعني توأم الروح لكن بعد أن تنضج أنت وليس هذا الحبيب هذا الحبيب ناضج أنت من يجب أن تنضج أنت من يجب أنت أن تكون واعيا العطف والرحمة التحول يعني التغيير أنت لابد التغيير الروحي طبعا التغيير الروحي وهذا توأم الروح ويقول لك أنني هنا وخا يعني وصول توأم الروح هذا يعني يجب بعد العطف أنت يجب أن تعطف على توأم الروح لأنك أنت يعني كما أنت تحبه نعم تحبه كثير لكن بما أن أنت حياتك سهلة وجميلة ولديك كما لو كان هذا الحبيب يعني روحانيتك بقي يعني في الحضير أسفة لكن هذا ما تقوله القد يجب أن تعطف على توأم الروح وعلى توأم الشعل وبالتالي سيحدث تغيير الروحي وبالتالي ستفهم أن هذا الحبيب هو توأم الروح الله واشوفه توأم الروح أمس المخملة يعني توأم الروح شفتوا شفتوا أطفال هناك أطفال ربما أنت لديك أطفال أو هذا الحبيب لديه أطفال وهذا تقول أترك الأشياء كما هي حتى يعني يعني أترك الأشياء كما هي يعني أنت يجب أن تتطور روحيا يجب أن تنضج روحيا لذلك تقول لك هذا أترك الأشياء كما هي حتى نهايتها كانت قراءة جميلة كنتمنى لكم الخير يا الله تبحقت كل أحلامكم أدعو معكم دائما عندما أقرأ تعليقاتكم وتطلبون أن أدعو معكم دائما كان أحبكم ترجمة ترجمة نانسي قنقر